السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أنا نبينا محمدنا على أليه وصحبه أجمعين زي ما عرفنا وصلنا أنه أنتم أخذتم في الأناتومي الجوينتس وأنه مشروحها بشكل مفصل أو أنه كمان ما أعطوكم الشيط فالمهم راح نعطيكم بعض التفاصيل فيها طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الجوينتس الجوينتس أو الارتوكوليشن نفس المعنى معناها مفاصل طيب قبل أن نبدأ في الموضوع هذا عندنا أشياء لازم تعرفوها أو مصطلحات لازم تعرفوها للجوينتس والتندن والليجامينتس أوكي الجوينتس هو two bonds or articulation together يعني عظمتين نلتحمين في بعض هذه تسمى جوينتس طيب عادةً اللي بيربط هذو العظمتين مع بعض حاجة اسمها الليجامينتس فمن الآن عندنا أنه الليجامينتس الليجامينتس يعني اللي بيربط two bonds هو عبارة عن الليجامينتس يعني الليجامينتس هي عبارة عن إيش؟ that connect bone to bone التندن حين عرفنا الليجامينتس عرفنا الجوينتس التندن عادةً هي تركيب بيعمل connection bone to muscles يعني عظم إلى المسلس أو عن طريق organ يعني عن طريق عضو في جسم الإنسان فهذه بس عشان تعرفوا الفرق بين طبعا الجوينتس هي مفاصل التندن هي أو تار والليجامينتس هي أربطة معناها في العربي وهذه معناها في الاناتوميكل أو التشريحي طيب joint هي المفاصل أول شيء what is the joint زي ما قلناها عرفناها أول joint is connect bone to bone definition تعريف connect between bones تربط بين عظمتين أو أكثر من عظمة usually not always يعني عادةً بس ماهو دائماً allow for movement يعني تعطيك السماح في الحركة طيب الجوينتس classification اللي هو تصنيف الجوينتس عندنا يصنف إلى أعلى حسب يعني structurally أو functionally يما structurally تركيبياً أو functionally وظيفياً فينقسم إلى الحسب هذول الفراعين طيب رح نبدأ في إيش في structurally اللي هو عن طريقة التركيب بينقسم إلى ثلاثة أقسام هي أولاً الفيبروس والكارترجنس هنعرف معانيهم بعد شوية والسينوفيال طيب هنبدأ بالأول الفيبروس طيب الفيبروس قال لك إيش؟ بونز هنبدأ بمثل 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 مثل بمثل هو المفصل الذي يربط بين عظمتين بواسطة الفيبروس وكما انه بيحتوي على القلاجين فيبر реально غني بالقلاجين فيبر ما بيحتوي على السينوفي الركافيتي رح نعرف اسم معنى السينوفي الركافيتي بعد شوية طيب القسم الثانى اللي قنا عليه كارتوجينس 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 معاناها غضروف أو غضروف فهو بايندينك twice تغادر باي كارتوج يعني بيربط بين عظمتين عن طريق الكارتوجينس كمان ما عنده سينوفي الكافيتي ما عنده سينوفيال كافتي السينوفيال من اسمها معناته أنه عنده سينوفيال كافتي قلق بوينز فورمينز فورمينز هاف السينوفيال كافتي هادي انت مخدتوها أو هتأخذوها في الهستوليجي بالمختصر استركيبية أو تركيبية بينقسم إلى فايبرس فايبرس بيرتبطوا مع بعض عن طريق الفايبرس كونكتف تيشيو وما يحتوي على السينوفيال كافتي وكمان فيه كولاجين فايبر الكارتجنس هو بيرتبطوا مع بعض عن طريق الكارتليش وما عنده سينوفيال كافتي السينوفيال جوينز فيه سينوفيال كافتي ويرتبطوا مع بعض عن طريق الإرغولار كونكتف تيشيو طيب قلنا القسم الثاني اللي هو عن طريق الفانكشنالي وبينقسم عن طريق الفانكشنالي عن اللي هو الوظيفة وظيفة الجوينز هادي ايش دائما وظيفة الجوينز عادة هي الموفمينت الحركة لكن في عندنا أنواع من الحركات فعندنا قسم Immovable يعني غير متحرك وعندنا قسم Slightly Movable يعني يعطيك قابلية للحركة قليلة وعندنا اللي هو Freely Movable وبيعطيك حركة يعني بشكل حر طيب ال Immovable عادة هي Fibrous Fibrous Joint اللي قلنا انها كولاجين وفيها Fibrous Connective Tissue وما فيها Sainovil Cavity ال Slightly اللي قلنا منها اللي هو Cartiginus اللي قلنا بترتبط مع بعض عن طريق وما فيها Sainovil Cavity اللي اللي عندها حرة الحركة اللي هي Sainovil Cavity واللي قلنا انها بترتبط مع بعض عن طريق Dense Irregular Connective Tissue وفيها Sainovil Cavity هنعرفنا اش فائدة Sainovil Cavity اولا انها تسمح لك في More Movement أو Freely Movement هذي فائدة Sainovil Cavity هنجي على الوظائف بعد شوية طيب اول شي هنبدأ في Fibrous Joint اللي قلنا انه اول شي Fibrous ايش انه Immovable وما في Sainovil Cavity قال لك Are Joints That Lack يعني تنقص of Sainovil Cavity يعني ما فيها ايش Sainovil Cavity هذي قلناها كمان انها Immovable كمان قلنا انها Dense Fibrous Connective Tissue ترتبط مع بعض هو قال لك Bones are United or Connected by Thin Layer of Dense Fibrous Tissue كمان قلنا هذا كلام معاد طيب قلنا كمان انه من انواع Fibrous من انواع اللي هي Immovable صح قال لك دي they run little or no movement functionally Immovable يعني ما فيها حركة هذي معادة بس طيب فور اكزامبل ايش هي الفور اكزامبل عندنا ثلاث اكزامبل في الفابرس اللي هو ما فيها حركة عندنا حاجة اسمع Sutures Sutures هذي هي عبارة عن Fibrous Joint وتكون موجودة في السكول Fibrous Joint that articulate the bones of the skull يعني هي الفابرس هذي طبعا sutures sutures هذي sutures sutures هي عبارة عن المفاصل اللي تربط عظام الجمزة فقط وهي تعتبر من اقوى المفاصل واللي ما تسمح لك في الحركة اوكي شوف Fibrous Joint أول شيء sutures اللي قلنا عليها أول شيء Bones Tightly Binding Minimal Fibers Connective يعني تكون مرتبطة مع بعضها بقوة وقال لك Only found in skull زي ما قلنا هنا موجودة في الجمج وما فقط وهي إيش Immovable كل Fibers طيب النوع الثاني من Fibers الثاني اللي هو السيندوموسيس 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 هذا موجود في الرجل بيكون في هذه المنطقة بالضبط أوكي طيب السيندوموسيس قال لك bones connected by more fibers connective tissue or ligaments يعني احنا نكون برتبط في fibers connective tissue أو ligaments اللي قلنا اللي هي الأربطة examples قال لك inferior tibio fibrinal joints tibio fibrinal joints inferior هذه هي المثال لها اللي هو الرابطة هنا بين tibia وال fibula طيب طبعا هي Immovable طيب القسم أو النوع الثالث هو هذا الخاص في الأسنان اسمه gum forces أو gum forces أوكي gum forces هو برضو fibrous معناته إيش Immovable طيب bones connect by dense fibrous connective tissue يعني كل الفibrous كده for example قال the only example يعني الوحيد example are articulation of the root of the teeth with the jaw يعني بي بيكون الالتحام في في الروت في جذور الأسنان مع الجو مع الفك العلوي أو السفلي الماكزيلا العلوي أو المانديبولا اللي هو السفلي يقول لك Immovable لا يوجد فيها حركة ما يمديك تحرك أسنانك يعني طيب قسم الثاني الكارتوجيناس 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 الخاصات فيه إيش connect by cartilage doesn't have synovial joints أو synovial cavity قال لك legs of synovial cavity زي ما قلنا connect by cartilage زي ما قلنا سابقا طريق الغضاريف قال طبعا الكارتوجيناس إنه إيش slightly movable يعني قليل الحركة قال لك little or no movable قال لك two types عندنا حاجة اسمها primary secondary primary قال لك for example اللي هو growing end of the bone growing end of the bone إنت أصلاً ما تكون صغير يعني مثلاً تكون عندك العظمة حلو العظمة أصلاً ما تطول لكن في العظمة عندنا حاجة اسمها هنا تكون في نهاية العظم كذا عبارة عن كارتوج هذا الكارتوج مع العمر يعني بيكبر بيكبر عشان كذا إنسان بيطول معه آآ لما بيطول حتى يوصل السن ما بيطول فيه الكارتوج هذا بيتحول إلى بونس فهذا معناته إنه في functional يقال لك no movement يعني movement هو معنى movement لكن في عنده grow عشان كذا يسمو growing end هذا primary طيب secondary secondary فيه slightly movement أوك طيب الـ secondary عندنا two examples عندنا اللي هو intra vertebral جوينز اللي هو بين فقرات العمود الفقري يعني عندنا هذي حاجة اسمها vertebral الفقرة وهذه vertebral intra vertebral يعني بين هذا intra vertebral هذا فهو يربط بينهم عن طريق الـ intra vertebral جوينز functionally little movement يعني يسمح بحركة بسيطة جدا طيب عندنا لول بيوبك synthesis وهذا عادة موجود في أعظم الحوض وهو عادة بيكون ما فيه حركة لكن حركته فقط وأغلب الأحيان يعني يكون حركته في for ladies يعني للنساء أثناء الولادة بيكون فيه حركة أساس يسمح في خروج الجنين to let يعني حركة الجنين easy so that the baby can go out from the birth canal easily السينوفيال جوينز السينوفيال جوينز السينوفيال جوينز وهو أنه movement cavity movement joint وكمان أنه أكثر انتشارا في جسم الإنسان هو السينوفيال joint السينوفيال جوينز هذا بيحتوي السينوفيال جوينز واللي هي واحدة من الوظائف اللي لقينها أول أنه تسمح لك في الحركة بشكل كبير طيب قال لك most common joints in the body most mobile يعني متحرك joints for example قال لك joints of limbs يعني للأطراف عادة هو للأطراف طيب هذه الأطراف يد الصدر يد الرجل الكتف كلها موجودة فيها طيب صدر الصدر صدر 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 فلويد طيب في وهذا نوع من الكارتليج ستأخذها بعدين في الهيستولوجي ايش بون اند ويذا حيالين حيالين كارتليج اكسب طبعا المانديبل اللي هو الفك العلوي الفك السفلي بينتهي عن طريق اللي هو لكن بشكل عام كل العظام اللي هو الفك السفلي باي هايالين كارتليج طيب احنا قلنا انه هذا سينوفيل فلويد وهذه هايالين كارتليج وهنا قلنا السينوفيل ميبراين السينوفيل ميبراين يكون جوا والسينوفيل fluoride سيكريت فروم السينوفيل ممبرين وهذه واحدة من الاسئلة اللي تطرح بالاختبارات سينوفيل فلويد سيكريت بيخرج او يصدر بي يعتدي خيارات مثلاً joint capsule, synovial membrane, hyaline cartridge and so on and so يعتدي مجوعة الخيارات لكن الخيار هو synovial membrane synovial membrane secrete the synovial fluid هتلاقوا الهم بجوية الجوينت capsule هو عادة اللي بيكون فوق synovial membrane لديه مكان يسمى synovial cavity هذه هي synovial cavity كلها between this is the synovial cavity between the articulation bone يعني بين هالعظمتين طيب ends bone are shared formation of the joints يعني كل نهاية عظمة بتشارك الأخرى في الجوينتين يصلاً مع بعض بيكونوا مع بعض the articulation surface on the bone covered by hyaline cartilage كما قلنا انه الجزء اللي بيرتحموا فيه العظمتين مع بعض اسمه او بيغطى بال cartilage fibroids hyaline cartilage why طيب لانه اصلاً عظمتين مع بعض لو كانوا يعني فيه التحام بينهم واحتكاك هذا بيسبب ألم حلو و بيسبب ألم يعني ممكن العظمتين تخيل معاك انت عاصاتين قاعد تضرب فيهم مع بعض اوكي يعني هيسبب مما كسر اما خدش اما احتكاك وغيرها لكن ما يكون فيه هالين cartilage فيه cartilage بيمتص الصدمات غير كده مثلاً في المفصل تبع الركبة when someone jumped الشخص بينط بيتحموا العظمتين مع بعض The two bones are articulis to each other in the force اوكي بيتحموا مع بعض عن طريق القوة هذا بسبب احتكاك وهم كي يسبب ضرع لكن سبحان الله عندنا هالين cartilage heiline cartilage heiline cartilage هذا بيحمل عظمتين انه بيتسقوا مع بعض وغير كده ما بيسبب لك ألم سبحان الله that Allah allows our body have a hyaline cartilage that prevent or absorb the shocked when we are jumped طيب completely enclosed joint capsule يعني بيكون مغطة في joint capsule capsule line by synovial membrane lines معناها من جوة مبطنة synovial membrane طيب synovial membrane هنا قلنا والjoint هنا فهي مبطنة طيب synovial fluid within capsule joints okay synovial fluid within capsule joints يعني موجود في capsule joints اللي شرحناها أول ligaments connect bone to bone okay اللي هي بتربط بين bone to bones و اللي بينهم بيكون هو الجوين knee ligaments ربطت الرقبة طيب synovial fluid synovial fluid secret from synovial membrane اللي قلنا sometimes can an exam يعني السؤال حينا بيجي في الامر طيب function ايش الفنكشن؟ احنا اول function قلنا انه allows a movement لكن خلونا نشوف الفنكشن هالي هنا طيب reduce fractions between the articulation bone يعني بيقلل الاحتكاك بين العظمهتين منها بعض طيب lubricating the articulation surface of the articulation bone يعني بيعمل على ترطيب أو تليين أو تشحيم المنطقة اللي فيها articulation اللي فيها احتكاك أو فيها ارتباط مع بعض ثلاثة facilitate the movement of the joint وهذا اللي قلناها اول اللي هو تسمح لك الى movement الحركة طيب supplied nutrition and remove the metabolism waste or metabolic waste يعني اصلا السينوفيل هذا ثود هو عبارة عن سائل بيحتوي يكيد على nutrition على غذاء وغيرها وكمان هذا بيعمل على supply by nutrition بيغذيها penetration بالغذاء بيعمل remove المتبلك وست اللي هو الفضلات أو الخارج من عمليات الأيض طيب types of sign of the joint عندنا أنواع من الصين عندنا plane طبعا عادتنا هذه شبه حفظ أو تكون يعني انك تفهمها type of sign of the joint عندنا plane يقول لك articulation surface إنه بيكون articulation with essentially flat يعني مسطح عادة allows only spling and gliding movement يعني بيسمح بالانزلاق فقط يعني بيسمح بالانزلاق العظم مع بعض يعني هذا نوع من الجوينت وهو عادة يعني slightly movement أو يكون عنده حركة بسيطة زي ما يتكون حركة انزلاق فقط يعني بيروح بيرجع بس ذو الإقزام is intercarbal joints والintercarbal joints اللي هو هنا عندنا هذه intercarbal فاللي يكون هنا intercarbal joints يعني عادة إنسان بيسمح لك في allows you to slip and gliding يعني بيسمح لك في الانزلاق أو في الحركة البسيطة جدا اللي هو plane طيب النوع الثاني اللي هو الhing والhing هو uniaxial joints only يعني بيسمح لك في حركة في اتجاه واحد يعني سواء في X أو Y فقط أكبر مثال فيه اللي هو ال elbow اللي هو المفصل بين wrist وال humor هذا هو humor عندنا هنا اليد من هذا المفصل بيسمح لك في اتجاه واحد بيسمح لك مثلا في flexion and extension بيسمح لك في الانقباض والتبسط الhing من أمثلته ال elbow و plane من أمثلته اللي هو intra carb طيب طبعا ال elbow قلنا extension أو flexion هذا في اتجاه أو اتجاهين مختلفين بنفس المحور يعني محور Y أو محور X الحركات تبعها طيب types of sine والجوينس كمان نوع ثاني اللي هو اسمه condiloid هذا واحد من الأنواع وعنده اسم مسمى ثاني البلويد بيكون اسم ثاني يعني مسمى آخر له طيب الكندولويد عادة أن بيكون بين two balls or oval shape طيب both articulation surface oval يعني بويضي أو حاجة زي كده يعني ما هو دائري بيكون شكله زي كده oval shape يعني شكل بويضة لس هذا الشكل بالضبط أوكي oval shape bi-axial unit primit angular motion يعني عنده في محورين يعني يتحرك بمحور X و بمحور Y هل نفهمها نحن بعد شوية من أمثلة هول هو wrist joints والwrist joints هذا اسم wrist joints ولو اسم آخر اسمه radiocarpal joints لكن المشهور فيه هو ريس جوينتز اللي هو بيكون هنا ريس جوينتز هنا اللي هو العظمتين فيه مثال آخر اللي هو الميتا كاربو الميتا كاربو فالينجينز واللي هي تكون هنا بتسمح لك الحركة في في 2 axial يعني بتسمح لك في حركة في اتجاهين طيب النوع الأخير أو اللي قبل الأخير اللي هو اللي هو البول and socket حسنا البول and socket هذا هو اللي بيكون في الجوينتز بتحدك في جميع الاتجاهات اللي بيكون في جميع الاتجاهات and the most freely movable synovial joints اللي هو البول and socket وعادة موجود في shoulder okay like around a head of a head of one bone articulation with the cup-like يعني شكل الكوب هذا socket on other okay multi axillary joints في أكثر محور يتحرك the most movable joints يعني أكثر joints بيصير في حركة و in all plant and axillary I mean جميع الاتجاهات والdirection يعني زي ما انهم شايفين فوق تحت يمين يصار جمب بيلوف بسوي كل حاجة for example shoulder joints اللي كنا عليها وفي hip joint هذا اللي يعني أشهر شيء اللي موجود في منطقة الحوق واللي موجود في منطقة shoulder اللي هو الكتف طيب factors and stability support joints عوامل التي تساعد على التوازن في الجوينت يعني طيب طيب غلق structure or shape of the articulation depends on the articulation طيب يعني the articulation surface the articural surface هو اللي بيسوي شكل وتركيب الجوينت و تركيب الجوينت طيب strength بيعتمد على الجوينت الكابسول يعني الكابسول يعني الكابسول نقلنا بتغطي من الخارج فعشان نعرف شدة الجوينت هذه يعني بتكون relay on the capsule strength and tension according to the ligaments احنا قلنا two bones are articulation together by ligaments عشان نعرف tension أو الشدة القوة اللي ممكن نفصل فيها الجوينت بتعتمد على ligaments اللي بتربط بين the two bones arrangement and tension of muscles اللي بيحدد ترتيب المسلس أو اللي بيحدد ترتيب الجوينت أو كمان قوة الجوينت كمان المسلس لأن المسلس كمان يعني هي اللي بتخلي الجوينت يتحرك والجوينت ما هي تحرك لكن المسلس هي اللي بتساعده في الحركة وبسبب وجود ligaments هذه أن العظمتين مع بعض يتحركوا وهذه نظرة أخيرة يعني فقط لل structure أو skeleton body وتقريبا انتهينا من هذا في ورقة بسيطة كده هنبعثها مع الملف إن شاء الله في القناة الكل إن شاء الله يستفيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله وصحبه وعلى الله وصحبه وإلى لقاء آخر شكرا شكرا